اختتمت أعمال جلسات الدورة الثالثة عشرة لفريق استعراض ألية التنفيذ والدورة الثالثة عشرة للفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد بيفيونة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بالتفقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واعتمدت الدورة تقريري فريق استعراض ألية التنفيذ والفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في دورتهما الثالثة عشرة وخلال الجلسات تم استعراض التحديات والممارسات الجيدة في مجالات التوعية والتعليم والتدريب والبحوث لمنع الفساد لبعض الدول حيث قام الوفد المصري المشارك باستعراض جهود مصر في مجال التوعية والتدريب فيما يخص منع ومكافحة الفساد وذلك في دوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية بالتنصيق مع الجهات المعنية بالدولة وعلى هامش الجلسات التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي حيث تمت مناقشة مشاريع التعاون القائمة والمستقبلية بين الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فضلا عن مناقشة نتائج الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت بشرم الشيخ في ديسمبر الماضي